أجرى مراسل التلفزيون المصري كاريم بيبرس جولة بمزارع مشروع توشكا تضمنت لقاءات مع المزارعين هناك نتابع من أرض توشكا وأرض الحقيقة الخير كله أرض النماء يمكن إحنا في جولتنا هنا في توشكا عدنا على مزارع مختلفة شفنا البطيخ شفنا الطمور يمكن من أشهر حاجة الطمور لكن كمان الحقيقة المميز في الجو هنا في توشكا هي كمان مزارع اللمون مزارع اللمون كم يبقى ليها معاملة خاصة وطبيعة خاصة لكن كمان توشكا مش بس وفرت المنتجات المختلفة لكن كمان وفرت فرص العمل للناس هنا قاتل المنطقة يعني مثلا من أسوان من اللقصر فيه ناس من إنا فيه من سواج فيه من ناس كتير جدا شغال الحقيقة ومن سنين من أربع وخمس سنين الحقيقة الناس دي شافت المكان وهو صحرة خالص وإزاي ان هم بدوا وهم يحطوا البزور لحد لما بقت شجر كبير خلينا نشوف دلوقتي نتابع مع بعض كده مع أحد يعني أبطال إذا جاز التعبير هنا من توشكا اللي شاركوا بأيديهم وبنفسهم وهم بيزرعوا الحاجة وبيحصودوا كمان وبيشوفوا نتيجة تعابهم الحياة في البداية عرفتني بنفسها كيف أنت السلام عليكم ورحمة الله اسمائي محمد عبد الرعوف عبد الهاب علي من اللقصر كلمني كده أقول لي أنتو حريك بقى لك كم سنة هنا وشفت الموضوع هنا إزاي من قبل ما يبقى الزرع موجود مكان مكانة صحرة تقدر تقيمها إزاي وإنت كبان كفرصة عمل يعني شايف الموضوع إزاي هلو وفرت لك فرصة عمل وراحتك ولا دي كانت بالنسبة لك مش حاجة مهمة لا بالطبع بالطبع وفرت لي مش ليا بس أن الناس كتيرة الشباب كتير بالذات مناطق جنب الصعيد من هنا أسوان ولوكسور وزي ما قلت حضرتك عنه مناطق كتيرة وفرت لها فرصة عمل أتاحت ليهم فرصة عمل وخلت الشباب يعني الصلع نب منبهر بالعمل والزرع والصجر الحاجة الإيجابية ها تمام خلينا نسأل ما كده بقى عن اللامون في حد ذاته اللامون يعني شكله مختلف شكله أكبر حجبه من الحجم العادي ده طبيعة المكان ولا لي اللامون عامل ايه صنف صنف على حسب الصنفية المزروعة ده الصنف المزروع عندنا صنف اسماء بن زهير ماشي اسماء بن زهير ده يدينا حجم كويس وضرع بتاعه كويس وتمام بترعوه ازاي أرعوه لها في التسميد ورعوه لها في الري ورعوه لها في الرش ورعوه لها في موسم التجليم وفي كل حاجة عايزة عرف كده احساسك ايه في فكرة ان انت حضرت المكان ده وهو صحرة وشفته دلوقتي وهو كبر علي ده خلال خمس سنين اقول لي كده احساسك ايه من بهر بصراحة وصل على نبن يعني كلام بسم الله ما شاء الله والبركة طبعا في القيادة الكويسة والإدارة الكويسة اللي احنا يعني وتوعينا بالكلام اللي ما شفناش قبلك ده صحيح اه والله طيب الاسرة عندك في البيت زميلك في المكان رأيهم ايه شافين ده ازاي للمستقبل شايفين حاجة كويسة وترفع من شأن البلاد والله ان شاء الله طيب شايف انه دي ممكن تبقى مفيدة لولادك اه لمنطقتك للناس اللي حواليك اهيو بداية كويسة وانتجية كويسة بسم الله ما شاء الله على جلزة عن سنين عدد سنين بسم الله ما شاء الله هايكم شايفين ببصر عينكم يعني شكرا اللي حضرتك جدا يا فاني انت عبناك وازعقناك شكرا ليك جدا جدا ويمكن اه يعني دي نظرة من اه الناس اللي اشتغلت هنا بأيديها اه رؤيتهم للمشروع مش بس كمان رؤيتهم لكن الحقيقة الاهم من رؤيتهم ازاي مأثرة فيهم وازاي انه هي قدرت توفر لهم مش بس فرصة عمل لكن كمان بيبصلها من ناحية الانتاجية بيوصلها من ناحية الحاجات المتنوعة كمان احنا شوفنا بعينينا الحقيقة المنتج في حد ذاته وازاي المكان ده تحول مكان ما كنا بنشوفه زمان مجرد صحراء جرداء ازاي دلوقتي بيوصل لالاف الافدنة يعني ما يقرب من سبعين الف فدان للتمور تلاتين الف فدان لللمون البطيخ التمور يمكن فيه اكتر من اربعين صنف مختلف لكن كمان الامح ليه دور مهم جدا هنا في توشكا واكيد كل ده بناء على العمل اللي اعاد احياء مشروع توشكا مرة تانية والحقيقة انه الاحياء ده طبعا نكلف مجهود كبير جدا بنية تحتية كبيرة جدا ترع لنقل المياه محطات كهرباء كل ده موجود الحقيقة هنا في توشكا اشتركوا في القناة